برنامج الصندوق الأسود عمار تقي نال الزميل عمار تقي عن برنامجه الصندوق الأسود والذي يبث في منصات القبس الإلكتروني جائزة برامج اليوتيوب المميزة وذلك في حفل جائزة الكويت للإبداع للعام 2019 والذي ينظمه الملتقى الإعلامي العربي الحمد لله توفقنا في هالموسم الرابع من برنامج الصندوق الأسود قد استطعنا نحقق الحمد لله نسبة مشاهدة عالية جدا ما أبالغ إذا قلت قد تكون غير مسبوقة في تاريخ البرامج السياسية في الكويت صدى البرنامج الحمد لله رب العالمين تعدى الحدود الكويتية ردود أفعال كثيرة قاعدتين من مختلف الدول العربية وجود الصندوق الأسود بتعاونه مع جريدة القبس هذه المؤسسة العريقة الصحفية التي تاريخها يمتد إلى سنوات طويلة جدا بكل تأكيد هي إضافة إيجابية لصندوق الأسود وكان تعاون أنا شخصيا حتى الآن راضي عنه وسعيد بهذا التعاون وإن شاء الله يستمر إلى مواسم أخرى وفيه إن شاء الله وعود بأمور جديدة إن شاء الله راح تكون عبر شاشة القبس الإلكتروني هذا الاندماج بين كفاءة مثل عمار وذكاء وذكاء وحضور إعلامي واجتهاد وبين مؤسسة عملاقة وكبيرة وعريقة مثل القبس هذا شيء نفتخر فيه خاصة أنه ليس في إعلام تقليدي في إعلام قامة تكنولوجيا في برامج تبث على اليوتيوب وسائل التواصل الاجتماعي هذا شيء أيضا إيجابي يحسب للقبس تطورها في هذا المجال المشهود عبر الكثير من الخبطات اللي قامت فيها مؤخرا وأيضا استقطابها لعمار تقي وإن شاء الله نتمنى تستقطب كفاءات شبابية أخرى وتبرزهم نشرة الأخبار اللي كانت سوية القبس أيضا عمل مميز الأفكار الإيجابية الكثيرة أنا أعتقد القبس وضعت لها بصمة إن شاء الله تستمر في تطويرها بشكل أكبر